لأن القرار صاحبته أخطاء هل القرار نفسه صاحبه أخطاء أم اتخاذ القرار وعدم توقع رد فعل الناس هو الخطأ أولا مرحبا بك والحقيقة أنا في مكان لا أرى فيه ما أردتم من مغدمة لكن أقول الغرار أساسا لم يكن هو بهذا الشكل الفهم الخاطئ له من بعض المزولين وقد تم إغالة المزول عن الربكة التي حدثت في تصحيحها الغرار الغرار لا يشمل الأدوية المنقذة للحياة ولا الأدوية الدائمة والربع الدعم عن هذه هو غير صحيح الحكومة بالنسبة لها هذا التزام أخلاقي وسياسي نعم بس دكتور أحمد بغض النظر عن الأدوية المنقذة للحياة وغيره نحن نعرف الوضع الاقتصاد السيء للمواطن السوداني وبالتالي حتى عندما سمعوا بهذا القرار لم يتوقفوا عن الدعوة إن كان الاعتصام أو الاحتجاج على مثل هذا القرار بمعنى آخر أن القضية أوسع من ذلك وأكبر نعم نعم هو أساسا يعني نحن بالنسبة لنا في السودان لدينا تحدي اقتصادي كبير مثلنا مثل كثير من الدول التي تعاني من مشاكل اقتصادية نستهلك أكثر من ما نصدر ونصدر بعقل من ما نستورد كذلك وهذا خلل في الميزان التجاري السوداني الحكومة كانت دائمة بشكل كبير وأساسي مثلا في الكهرباء الدعم يفوق الـ 75% وكذلك في القمح وكذلك في الوقوع الطاقة وكذلك في الأدوية وما ذال نحن نقول أن المعالجة للتشويه الاقتصادي هي أساسية وضرورية وتوقيتها الناس يتحدثوا عن التوقيت ليس هناك توقيت مناسب لرفع الدعم حتى الأغنيات تجي في ذلك هذه واحدة الحاجة الثانية هذا الدعم حضرت له مسألة هيكلة وتوجه نحو الإنتاج والإنتاجية لأن المخرج من مزمتنا الاقتصادية يتمثل في أن نزيد الإنتاج والإنتاجية ونصدر أكثر مما نستورد هذا هو هذه المعادلة نعم بس دكتور أحمد نحضرنا المزلة ما حضم عليه تأكيدا على تعليقك ما حضر ضد فكرة المعالجة الاقتصادية التي تقومون بها ولكنها ليست المرة الأولى وهذه هي المشكلة اللي حبينا نعرف خلفيات ما يحدث لأنه منذ سنوات وتقومون بخطوات اقتصادية ولكن المردود كما شاهدنا عم نحكي على الدولار كنا عم نحكي على خمس جنيهات الآن عم نحكي على خمس تلاف من أربع جنيهات بالأحرى إلى خمس تلاف جنيه مقابل الدولار وبالتالي وين المشكلة؟ المشكلة بالتطبيق أم ماذا؟ أقول لك المشكلة نحن الغرار المتخذ هو رفع الدعم تتريجيا الجرعة الأولى كانت 2013 وهذه جرعة ثانية المسألة في الإصحاح والإصلاح الاقتصادي لا يتم في زر تضغطه وتاني يوم يصحل النتيجة نحن العمل الماري أنتينا القرارات من التسعة وتمانين لا هلا مش زر تزعة وتمانين تزعة وتمانين لحد الآن حصلت تطورات كبيرة وحصلت أحداث ضخمة في العالم وحدثت أشياء فوق المنظور نحن الآن بالحوار الوطني الذي أجريناه حوار غير مسبوق اتفقنا على حل الإشكالات الأساسية لأول مرة يجلس السودانيون وينظر فيهم أم المشاكل ويصل فيها إلى حلول جدرية لأول مرة نحن نناقش كيف نحكم ووصلنا إلى معادلة ومخرجات وسوف تتشكل حكومة تنفذ هذه المخرجات من كل الذين تحاوروا وبالتالي نعتقد أن الحل الأساسي والكبير لمشكلاتنا الأساسية سوف يكون حله بإذن الله بداية من العام الغادم لكن المزألة لا تنتظر وليس هناك توقيت مناسب وغير مناسب لإجراء الإصلاح والتشوهات الاقتصادية ما قمنا به هو حزمة تدرجية كانت 2013 والآن حزمة وما زالت الحكومة دائمة ما زالت الحكومة دائمة في مجالات متعددة ونحن سنتابع التطورات من الخرطوم دكتور أحمد عثمان وزير الإعلام السوداء ترجمة نانسي قنقر